السلام عليكم في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موبايل أوبو رينو 5 برو 5 جي وفي الحلقة دي نتكلم عن النسخة الاصغر منه اللي هي أوبو رينو 5 بس النسخة العادية اللي فيها يعني بعض التغيرات من حيث الشاشة والمعالج بس قبل ما نبدأ تفاصيل الموبايل ما تنساش اللايك وسبسكرايب وادفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال سبولي في التعليقات وأنا بإذن الله هرد عليك ومن غير ما تضعيع وقت كتير تعالوا لانتفهم دول الحلقة اول حاجة هنبدأ بيها كالعادة يهايكا لخامات تصنع الموبايل الموبايل هيجي بتول 159 ملي متر وعرض 73 ملي متر وسمك 8 ملي متر وبوزنة في حدود 172 جرام وظهر الموبايل هيجي مصنوع من الإزاز مع فريميل الألمونيوم مع وجود أربع كاميرات خلفية وفلاش في ظهر الموبايل وللأسف مش بيجي علي أي طبيعة حماية ودي طبعا نقطة مش كويسة في الموبايل وبيدعم تركيب شريحتنا التصل من نوع النينو مع دعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس زاد ان هو بيدعم مدخل للسماعات التقليدي 3.5 وده عكس النسخة البرو اللي مش بتدعم منفذ السماعات ومنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالموبايل هنا هيجي بصوت عادي أوحادي وده طبعا يعتبر عيب بالذات ان سعر الموبايل غال شوية أما بقى منسبة للشاشة فالشاشة هنا تيجي من نوع OLED وطبعا الشاشة هنا بتيجي مسطحة عكس النسخة البرو اللي بتيجي منحنية من الجانبين بمساحة 6 و 4 من 10 بوصة بضكة 1080 في 2400 بيكسل يعني Full HD Plus بأبعاد 20 إلى 9 بكسافة بكسلات 410 بيكسل لكل بوصة والشاشة هنا بتيجي بمعدل تحديث 90 هرتز زاد انها بتيجي بقوة اضاءة بتوصل ل750 نتس والبصمة هنا كمان بتيجي تحت الشاشة وبنسبة للمواصفات الشاشة ديت فهي شاشة ممتازة جداً الاختلاف بينها والنسخة البرو ان الشاشة هنا تيجي من مسطحة وقضاءة الشاشة هنا أقل من نسخة البرو بس مش معنى كده انها وحشة بالعكس ممتازة جداً أما بقى منسبة للرام الزاكرة فالموبايل هيجي بنسختين النسخة الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والنسخة الثانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام وللأسف مش بيدعم تركيب بطاعة غزين خارجية أما بقى منسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل هنا هيجي بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة ColorOS 11.1 مع معالج سناب دراجون 765 جيجا بدوك التصنيع 7 نانوميتر مع 8 أنوية بتردد يصل لـ 2.4 من 10 جيجا هرتز ما معالج رسومي أدرينو 620 وبنسبة لأنهداء المعالج دوت فحب أقولك يعني أنهداءه ممتاز جداً جداً بس طبعاً مش زي النسخة البرو علشان معالج النسخة البرو بيجي بسرعة أعلى وكرت شاشة أعلى فهيكون أفضل منه في حاجات كتير بس طبعاً معالج النسخة العادية مش وحش ممتاز جداً جداً وصد سعره وفي بعض الناس ممكن تشوف غالي شوية وبنسبة لكاميرات الموبايل فالموبايل هنا هيجي بأربع كاميرات خلفية الأولى بدكة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.7 والكاميرا الثانية بدكة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 وهي كاميرا الترويت بتصور يعني بزاوية واسعة والكاميرا الثالثة والربعة بدكة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.4 واحدة منهم ماكرو واحدة سنسور وبيجي معهم فلاش الـ وبيدعموا تقنية البانوراما ويقدر يصور فيديو بدكة 4K بسرعة 30 ميجابيكسل وبدكة FHD بسرعة 120 ميجابيكسل أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فالموبايل هنا هيجي بكاميرا أمامية واحدة بدكة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.4 وبتدعم تقنية الـ وتقدر تصور فيديو بدكة FHD بسرعة 30 ميجابيكسل وبنسبة يعني أداء جوتة الكاميرات ديت فمتوقع يعني أنها تديك أداء ممتاز جدا جدا زي ما عودتنا شركة أوبو في سلسلة الرينو أداء الكاميرات فيها بيكون ممتاز وبنسبة لتكنياتي التانية فالموبايل هنا هيدعم تقنية الـ وبليوتوز مزارة 5.1 زايد نواب يدعم الـ واستغنى على تقنية الـ ولسه مش أكيد هيدعم الراديو ولا لا أما بقى بالنسبة للبطارية فالبطارية هنا هتيجي بسعة 4300 ميلي أمبير من نوع الليسونجر قبل الإزالة وبتدعم الشحن السريع بكوة 65 وط مع شاحن من نوع طيب سي وبنسبة للبطارية ديتك عموما مفيش أي اختلاف بينها وبين النسخة الـ برو غير يعني في 50 ميلي أمبير فيعني مفيش فرق خالص وطبعا زي ما قلت إن حجم البطارية متوسط ميعتبرش أفضل حاجة بس سرعة الشحن اللي بيجي بها الموبايل ممتازة جدا ومنسبة للألوان الموبايل فالموبايل هنا هيجيب 3 ألوان اللون الأسود والأزرق والأرجواني وأخيرا سعر الموبايل الموبايل نزل بالسعر 410 دولار يعني حوالي 6500 جنيه مصري و 1550 ريال سعودي و 370 درهم مغربي و 1100 دينار تونوسي و 53000 دينار جزائري و 485000 دينار يراكي والنسبة للأسعار ديت دي أسعاره في بلد الأم اللي هي الصين فطبعا لما يجي الوطن العربي لسه فيه جمارك ودرايب فأكيد السعر يكون أغلى من كده بشوية كده نخلصت كل حاجة على الموبايل وأنا شاف إن الموبايل سعره مناسب جدا لقصاته إمكانياته من حيث المعالج والكاميرات والشاشة بس حجم البطارية هنا كان المفروض يكون أكبر من كده بشوية ده رأييي في الموبايل وعايزت كمان أشوف رأيك في التعليقات عنه بس قاعدة تنسى تشترك في القناة ودفع الزر الجرس ولو عندك أي سؤال تقولي في التعليقات وأنا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم